ازاي اكوا عاملين ايه كله تمام بصوا انا الفقرة دي بالنسبة لي فقرة خاصة جدا مش بس علشان هي اربعين سنة موسيقى مع طرق مدكور بس طرق مدكور مع حفظ اللقب من الناس قللت الظهور قللت الكلام جدا فاولا كل ان هو ينورني فده في حد ذاته حدث كبير جدا بالنسبة لي انا عارف ان هو بيحبني بس هو ما عارفش ان انا بحبه قد ايه لانه من اكتر الناس اللي انا حبتهم في حياتي هم طرق مدكور فعلا من اكتر الناس حقيقي وده جانب مش كل الناس عارفه عنه كلنا عارفين موسيقى طرق مدكور بس مش كلنا عارفين طرق مدكور البني ادم ده العظيم الرائع الحبوب المتواضع خفيف الظل اللي قادر دايما على تدويب الفوارق ايه منورني مرسي جدا على الكلام ده عامل ايه لا مرسي ايه تا كلام كتير اوي اطلاقا اطلاقا لا يمكن احنا كده اربعين سنة فعلا عنده هوا انا محصيتش بيهم في الحقيقة لسه كنت بتقولي بتقولي الزمن والاوقات بقى بتعدي بسرعة حقا جدا جدا غالبا احنا لما بنكبر الوقت بيبقى بنحس بيحساسنا بالوقت بيبقى اسرع الظاهر الظاهر كده الظاهر كده اللي اربعين سنة دي بدأت ازاي لا هي بدأت من قبل بالمناسبة اللي اربعين سنة دي عشان بودوا منكبرت ربعين سنة دي لانك انت بدأت اصلا وانا عندي ستاشر سنة بالظبط بدأت من قبل بدأت من قبل من اول ما دخلت المدرسة دخلت قط الموسيقى وفريق الموسيقى وفضلت في المزيكة لغاية ما وانا في سنوي مع صحابي بعملنا فرقة وبعدين في نفس الوقت كان ظهر المزيكة الجديدة اللي كان بيقودها طبعا في الوقت ده هنشنو ده وعمار الشيعي مع حفظ الألقاب طبعا المصريين والأصدقاء المصريين والأصدقاء بالظبط كده وحبيت انا كنت عندي عشرة سنين تقريبا سنة 77 وحبيت الشكل ده جدا وحاست ان انا عايزة بقى زي الناس دي وعايزة بقى يعني عرفت يعني وقتها عرفت انا عايزة عامل ايه بقيت ع حياتي وخدت القرار اه خدت القرار من وقتها وازاي وزعت يعني خلاص انت اشتغلت بقى في اسم موجود في سوق اسم مطالق مطالق كان عندك 16 سنة دي جات ازاي دي دي جات ما انا زي بقولك انا بتريت يعني مسلا في حوالي عمر 12 13 سنة ابقى فعلا بعرف اعمل علاقات مع الناس دي واتواصل معهم فعليا يعني نتكلم وبعدين في سنة 80 ظهر اشتغلو granted اشتغلو الفي assess